من أخطاء بعض المعتمرين الحرص على تقبيل حجر الأسود لا بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاعتقاد أنه ينفع ويضب وهذا شرك نسأل الله السلامة لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى ومن أخطاء في الطواف تخصيص كل شوط بدعاء معين وهذا لا أصله ومن أخطاء كذلك مزاحمة الناس لأجل وصول الحجر لتقبيله مما يؤدي إلى الأذية والسب والشتم وذهاب الخشوع ولا شك أن استلام الحجر سنة من السنن وأما أذية المسلمين فأذية المسلمين حرام فلا يجد الإنسان أن يقع في أذية المسلمين ويأذي المسلمين من أجل أن يطبق سنة من السنن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر